لا يوجد فرق بين الوجود وبين الثبوت. تخيل الثبوت هو الوجود. مثل الشيئية هي الوجود. ولذلك يقول لك الشيئية تساوق الوجود. ما تساوي؟. عندك الترادف بس مفهومين مختلفين. وفي عندك عفوا مفهومين متحدين. يعني مفهوم واحد هو بس بتعبير. وفي عندك مفهومين متخالفين. إذا المفهومين متخالفين بالصريع لا قبينهما قد تكون التساوي. وقد تكون التساوق. وقد تكون التساوق. في فرق بين التساوق والتساوي. في التساوق المفهومان مختلفان. في التساوق. لكن المصداق متحد. وحيثية الصدق واحدة. في التساوي المفهومان مختلفان. المفهومان مختلفان. مختلفان والمصداق واحد والحيثية مختلفة عشان تعرف ما الفرق الدقيق ولذلك يقال الشيئية تساوق الوجود بعرف أن هذا كلام صعب بس بعدين سيقضع على الشرح وتلاقيه مفيد جدا الشيئية تساوق الوجود كذلك الثبوت هو الوجود إذن في عنا ثبوت للوجود ولذلك في الأخير الإنسان حين يجن يشك في ماذا في الوجود طب مين من أظهر الوجودات المتشخصة وجوده هو ذاته بروح بجري فاخذا عقله وبرجع مرجع ديكار بقول أنا أفكر فأنا موجود صح النوم إيش يجبته أنت ما تقول أنا أنت هنا ما تكملش أنت قلت أنا ما دام قلت أنا حتى كلمة أنا لحالة يعني عرف أنك موجود يعني قال كأنه جايب يعني السدال خطير ورهيب قال أنا أفكر فقابل ما تفكر كلمة أنا خلص شاهدت لك فما في ولذلك هذا اسم جنون في الأخير أنك تشك في الوجود بما فيه وجودك أنت كمان هادس وجود إن جن لواحد ماسكي ما عنده العقل راح العقل خرب خرب المكينة خربة واضح هذا حال استثنائي فيما عدا هيك ما في كلام في ثبوت الوجود فهمت علي الوجود ترجمة نانسي قنقر